السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوة الاخوات مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اليوم هذا الفيديو سيكون شرح مفصل لتوصيف اللغة الفرنسية بالنسبة للمباراة التعليم تخصص ابتدائي في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نشرح لكم هذا التوصيف جملة بجملة بالنسبة للتوصيف فهو ربطة الحال للسنة الماضية وغالبا نفسه ستعود للسنة لذلك سوف نشرح لكم بالتفصيل وبالدليل سوف نرى اي شيء سوف نذهب الامتحان الفرنسية السنة الماضية 2021 سوف نرى اي شيء كيف يطرح في هذا السؤال لكي تكون لديكم رؤية واضحة على الأسئلة كيف يطرحوا والدروس التي سوف تراجعوا سوف تتربى معي فيديو ان شاء الله حتى الأخير سوف تفهموا كل ما يتعلق باللغة الفرنسية وماذا سوف تضع فيها في مباراة التعليم أول شيء سوف نبدأ به طبيعة الحال هو النص لغة الفرنسية لغة العربية نفس الشكل نفسه فقط اختلاف اللغة دائما في اللغة الفرنسية سوف يبدأ لكم بعض النص هذه الأمور البادئية هذا هو النص للتوهم السنة الماضية كما تلاحظوا في النص كبير شوية أول شيء في التوصيف أي حاجة لديها علاقة بفهم المقروب بالنص يعني تكون لديكم رؤية شاملة كيف نحلل النصص خصوصا تحلي الأناليز أو أي حاجة لديها علاقة بالنص هنا هناك 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 ما يعني هناك هناك نضمني نخرج شيئا شيئا بدون صريحة ودمن ما هو صريح؟ نحن نجد مباشرة من النص سنأتيكم هناك أخذ هذا هو إمتحان للسنة الماضية نأخذ هناك اشوفوا معي هذا القسون 4 دابخي التكست يعني انتلاقا من التكست كل سنتيمان جوليان يبغفتيل لذا فشك تشوفوا دابخي التكست ستا دير راه هذا سنس اكس بيسيط يعني مباشرة راه تمشي لتكست وغادي جاب اما هاد ام بيسيط يعني ماشي مية في المية من التكست يعني يجب ان تكون فاهم التكست يعني يقول لكم بحال هنا يقول لكم يقول لكم ثم يقول لكم هنا يقول لكم يعني فاهم التكست ولكن لا تنسي مباشرة وتجاوب من التكست هناك معلومات صريحة ومعلومات ضمنية هذا صريح تنسي مباشرة عندي هنا تيبولوجي تيكست ما هو التكست 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 يقول لكم هذا هو السؤال اللي عنده علاقة بالتكست اسبليكاتيب انفورماتيب ناراتيب لا انجنكتب يجب ان تكون عارفة ومعرفة ومعرفة كل واحد فيهم هناك نقطة نقطة هذا السؤال لا يوجد شيء سهل أبخي سيكون لدي الكاركتيرات التكست يعني المميزات كل التكست ومعرفة ومعرفة كيف يكون فيها الأشخاص أو غير ذلك يعني ما شنون النوع ديال اللغة اللي اللي مستعملة اللوتي اللانغويستيك اتلوزي دون التكست فيجور دستيل حتى هما تراجعوهم مزيان ثم النبو دولانغ اشناه والنبو ديال اللغة اللي اللي كيين في هدو التكست بحل دابانا يا كالنبو دولانغ ساجتي دون اكستخي فاميلي كوروم لا ستوني يعني ما اللغة ديال الفاميلي لكي تكون شوية كي تكون نبو كوروم يعني واحد اللغة متداولة كي يغضر بها الجميع عدد كتكون واحد اللغة ستوني يعني ديال دوك الناس اللي كيكونوا في دوك أحياء أحياء شعبية لك هدر النبو ديال اللغة شاقرين اللي سي سنك ام سيزيان بحلقة دونك سكم تعرفوا غيم التكست قراره وغير اللي امور اللي فيه تعرفوا اش من النوع ثم كيكون لدينا التيب دو غيزون مو بنسبة التيب دو غيزون مو احياء كيكون فيهم اندكتف كيكون فيهم ديكتف سيلو سيلوجيزم كيكون فيهم يعني مجموعة فيهم بزاف ديال انواع هاد التيب دو غيزون مو حتى همرا كيدخلوا بطبيعة الحال كيف ما قلنا في الاناليز وفي الكنتكست ديال تكست دونكتو ما غيزون عليه هنا هما هادو هادو بطبيعة الحال خسكم تفهموا التكست اللي تيب دو التكست غيزون تراجعوهم طرف وقل اللي تيب اشنو فيه فيجور دوستيل حتى هما والنبو ديال ديال لونغ هادشي اللي كان فيما يتعلق بالكمبريمسيون دو الكري هادشي كامل 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 تلتناش صرف المياه تناش في المياه ثم سوف نتشاهد سيفعو ثم سأذهب ثم سأذهب المورفو انتكس أي يوما تحديد الكاتيجوري فونكتش فونكتش نتاكم فلنخت ندخل هادشي نحن نحن نضب ناتر كيف يسرح المثال؟ كيف يسرح المثال؟ بيانتر هناك ناتر 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 نتراجعهم ناتر 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 في المترجم الاندى النعم الانديكاتف او في هم اوان الانفنيتف الانفنيش اللي هنا انهم أخرى نعدي عدد على شرابين هنا تحولات على الجملة من من الفاة الى هنا ديسكور رابورتي خوش هو ديسكور سورة يعني هنا فاش كيكون عندنا واحد دمو او لا واحد دمو وكنا نعودوا باحد دمو سي تخي سمبل فاش كنا نكون عندنا مثلا لامو لزياليب ولا باركزوب مو ايميزامي غد نتعودوا غد نعودوا بنو نحن. دونك هادي هي برونو ميناليزاسيون. دونك هاد شي غد تراجعوه. اتعقله لها العانوين ديال الدروس. وتمشوا كل واحد تراجعوه. هنمشيوا الليكسيك. الليكسيك هنون عندي عندي. ديريفاسيون. ديريفاسيون يعطوكم برغيزام بواحد الوهد. ويقول لكم ايه هو ديريفي. ايه هو الشيقة دياله. لها هو المصدر. هذا هو المو اللي كنا نقلب عليه. المصدر. في اللغة. اه في اللغة العربية. برغيزام برغيزام هنه رعتوهم واحد الوهد. اللي هو. جوبونس. اكزيستي. وقالو لهم ايه هنو هو. نحاول نقلب عليه هنا ثالثام ما هو المصدر إذن هذا المصدر انطبق إذن نطبق الاستخدام تحاولون كيفية تخرجوا من اللعبات التي أعطتنا ويقولون أن يتخلون العكس يقولون أن يخرجوا منه اللعبات ثم سوف نتعلم السينونيم هنا المراضي فات الأنطانيم الأدداد بارونيمي هي قريبا للمنمي ولكن ليس بأي من الأمر بأي من أجل كلمة دي زيار تكتب بأي س وهي مثلا السحراء ويقولون دي سيار دي سيار تكتب بأي س هنا مقار في النطق ولكن الأول س ينضف وهنا دي س لذلك تحاولون تراجعون ما يحتويون بطبيعة الحال سوف تكون الليمون التي نطقها من نفس النطق ولكن لا تكتبون نفس الكتابة مثلا كنا نقول سان مية أو دم أو دم 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 هتدفعوا هذا سوف تقاتل هم هذا صحيح سيار سوف نتي طلب الزجاجات والمراضي فات. بعد رأيك الاختغرفة. ايه يقول لك التركسيبات يعني إما كنت لدينا لكي نصرف مع 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 يعرف لكي نعرفوا لكي نكتبوها مثلا 23 22 25 كي نكتبوها أو سيكون عبر أس و سيرى و كما يتيجون يطورون بشكل كبير و كما تكتبون هذه و كيف تلك الصوت و كيف تنتقى الصوت الاخرى ثم هناك أختار فالفونيتيك أو الفونولوجي و يعني هذا العلم من الأصوات هذا ما ركام في المستوى الأول والثاني لذلك كيف تفعل هذا؟ تدخلوا في جروب، مثل فيسبوك و فيول مستوى وتدخلوا على الأساتيدي كثير من المتحدث كما تشتري جدادات و أي شيء أي مشكلة لهم كما تشتري على الأساتيدي و يدخلوا و تسولوا على هذا ثم لدينا الترانسكريبسيون فونيتيك على مقاطع كيف يمكنك أن اقوم و تنتقل على سلابيك حتى تكون لديك بعض الكلمة و يحاولون أن نقطعها هذا يوجد ما تأتي لكم في الامتحان لكي يتعلمون كيف يصل فأنا أعتقد أن أخذ تلك الأخير هذا الشيء يستطيع تقرير على مستوى الأول أعتقد أن هناك المطاطق الآخر فأنا أعتقد أن السيئة أدخل العربية وإن الفرنسية المقاطع التي يقضلها لدينا مقاطع الصحيحة المقاطع التالية تقرأ اتفضل نقضي المقاطع التالية المقاطع التالية هذا الباختي لديها 20% هذا الباختي يتخيز أمور تباقضي على هذا الشيء مزيد يمكنكم تراجعه بوحدة وحدة وحدة ونحاول نكتب ذلك الشيء الذي قررت عليها ونرى 10 مثل بعد ذلك البروديكسيون يقرد هذا البروديكسيون يقرد ما يكون فيه؟ أولا يكون لديك تيكس في فراغات يجب أن يكون لديك فراغات يقول لك أملأ الفراغات بالكلمة المناسبة والتيكس يعني يعطيكم واحدة التكس وكيقول لكم ارتبوه فينا والولا فينا والثانية فينا والثالثة يعطينا واحدة مفيدة بحال هذا ها هو لك هذا التكس في فراغات تكون لهم تما بحيه ذو لكي يعطينا واحد تكس ليكون صحيح بعد ذلك هنا هو هذا متر ونقر يعني هاتف فينا والولا فينا والثانية فينا والثالثة على حساب على حساب يعني كيف يكون في الكنتكس تقول لهم مثل هناك أبري هذا ببعض يكون في وسط الكلام كيف نبدأه بواحد الفقرة أو نصب أبري ممكن نبدأه إليتي أم فراغة وفرصة ما تكون هذه رقم واحد أو لأنجور وخطة هذه ممكن تكون في وسط مثلا مثلا تكون عارفين وكيف يرتبون وكيف يرتبون بهم نصب لذا سيكون يمكنكم أن تكتبون وكيف يرتبون وكيف يرتبون فقط فقط مثلا يمكنك تكون تكملوا بحالة تمرين لذا سيكون هذا موضوع وكيف يقولون السهل لذا سأقوم باستخدام وكيف يرغبون هذا المتحان قبل ما تشوفوا تصحيح تشوفوا مزيان هاتا الامتحان وتشوفوا الاسئلة كيف يتحدث يعني الاسئلة إلا الاختدام شكرا كيف يبين في المتناول ولكن المشكل اللي غد يقدر يكون هو اليد الدقيل ذلك كنحاول نرجع مزيان ونريد من المتحان بازيوا على الفرنسية 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 والعربية وهو المثل حصة الأيسد في النقط في الامتحان نقب بازيوا مزيان على الفرنسية وديروا هذا الشيء اللي بكتلكم هنا وصيروا الامتحان وجاوبوا عليه وحاولوا تشوفوا تصحيح دياله دونك لما في المشاهدة خلالي في التحت دياله فيديو را غادي نجاوب عليها ان شاء الله وغادي نحط الدروس غادي نحط لكم الدروس قولوا لي اشنا ما الدروس اللي بغد نشرحه ان شاء الله سوف في العربية ولا في اللغة الفرنسية دونك هالشي اللي كان فضلي فيديو موعدونا فيديو مقبل ان شاء الله وبالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله